سبيسيال تينيس على الحياة افهم اخبار رياضة كورت تينس في كل الجهات اكيد في سبيسيال تينيس كما تعودته في الجزء الاول ان شاء الله من المساعتين حتى المطلاثة بش نحكيه على الاختبارات الطبية للعبي النخبة بنادي تينس بالقاروان تحت شراف صلة من الاطبية عودة للتتويج تونس للناشئين والناشئات بالبطولة الافريقية تحت 12 عام واستعدادات انس جابر والحديث على اللعبة التونسية هيب الهاني حصول على المركز الثالث فردي في بطولة دولية للاعبات العرب بالمغرب في البداية الرحب المدرب والكوتش اكيد موجود معي سيمير البغني مرحبا بيك مرحبا سيا عبدالله مرحبا مستمعين اذاعة الحياة افهم ومتابعين سبيسيال تينيس شكرا لك وكذلك مرسلنا وقيدهم الزوبير العياري مرحبا بيك مرحبا بيك عبدالله مرحبا بكل السادة المستمعي او في الحياة افهم اكيد اليوم في سبيسيال تينيس الحديث بشركز اكثر على الاختبارات الطبية اليوم للاعبين للنخبة بنادي تنسب القروين تحت شرف ثل من الاتباء حاجة به يا برشا انه كل مرة الراو حاجة جديدة ومحاضراتهم يعني الصحة اللاعبين امتحنا خاصة النخبة في البداية مهر اكيد حاجة به يا برشا انه الراو يعني مجموعة من الاتباء يعني يزوروا نوادي في مختلف الاختصاصات اليوم شوفنا نادي تينس بالقروين واجواء طيبة خاصة مع قدوم الاتباء وقدموا عدد المعلومات والاضافات لابن امتنا ناخدوا اكثر تفاصيل منك صحيح سي عبدالله هو راو لسوفي ميديكال بالنسبة لللاعبين اللي ينشتوا في النوادي الحقيقة سي تان كونفور اللي مهوش موجود معناه في برشا دي قلب دو تينيس سنسير مو فالذات النجم نلقاوه في الفيدراشن بالنسبة للزيليت بالنسبة للجورة على الكيب ناشنال لكا بش نوفروا هالبلوس هذية لزغيراتنا في النوادي متاعنا نالي تنسب القيروين الحقيقة كان سبيق في الحاجة هذية وبالخبرة صغيرة متاعي وهاني ندرت وشوفت لك البيت سيرار معناها دو دووار انس بي في ميديكال للزغيرات هذوم في نفس الوقت حاجة مهمة برشا وحاجة به برشا نحب نشكر معناه كامل الاتار اللي جاي وخدم مع الزغيرات ومع الأولياء على رأسهم سيسح بيمتاوع اللي الحقيقة كان متفهم برشا مع الزغيرات وكان نقوله نحنا نصح برشا الأولياء في برشا حاجات اللي بوتيتر حتى احنا كايترفاني ولا كاديز انترنور ثم حاجات بوتيتر تغيب علينا مرة هومش كيما إرام هو كوناحنا كإنسان مختص في الميدان متاعو الهدف متاع على الأكسان هذي هو لفت معناه سيبب معناه لبليشور سيبب سيبب لبليشور اللي الجنبو الإصابات واللوقاية وخير من العلاج وفي الحقيقة اللي بيلان بخيميغ اللي عملناه تاو مع السيئ الساحبي كونو فما دي 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 لكتيف وفما توجهات لازم الأولياء اللي تزموا بها واللاعبين والمدربين زاد بشي عاونهم شوية وفما دي كان متاع لعبين اللي كيما على ذكر معناها ريين البلغيوي اللي حقيقة على العام اللي فات جيتوا برشة إصابات وخليتوا معناها ميكونش بيرفورمان برشة في الكمبيتشان وإن شاء الله بحضور سي ساحبي وتذافر كل الجهود نلقاه إن شاء الله معناها حلول اللاعب ذي بش يلقى معناها المستوي الفني المعهود به وهذا يجي في سياق كانت ذاكا سي عبدالله وقت عملنا لجورني ميديكال بور لجور معناها دو تينيس في الفاكلتين معنام تعصوصا وحضرت مادام سلم المولي وحضر حتى سي ساحبي وفاكت دي باها ذيك الأكشان ذيكا من تلقت منها معناها لزيده هذومة دوفيغ معناها معناها أسويفي معناها برمانون مع نوادي وإن شاء الله معناها نقولوا نحنا كيما نحاول نوفر الظروف الكل الزغيرات متاعنا كو سوا 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 بلون معناها تكنيك بالفنيين اللي نجيبوهم كو سوا 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 بلون أفرا ستركتور ونخلوا نوفرهم الأرضية بش ينجموا يخدموا كيما زيدا نحاولوا نوفروا لهم التأثير معناها التبية للزغيرات هذومة وإن شاء الله معناها الجهود كل تظافر بنتائج طيبة ومشاعة كبير معناها اللاعبين متاعنا القدامي وشنو الهدف منه اليوم بالذات مير بالنسبة للحضور خاصة أنه طوي بعد شوي بش نشوف الفيديو يعني التقرير متاع اليوم هذي خاصة بحضور سي الصحبي متاعه قبل ما تعطيني الإجابة سي زوبير العياري اللي كان هو موجود على عين المكان سي زوبير أنت بشيت غادي عطينا حاصلة وحاجات تلي شفتهم غادي خاصة أنه الحاجة التي شفنا حضور الأولياء صغيرات المدربين من الأشياء اللي ربما نسجلها بكل ارتياح هو نادي التنس بالقيروان ببادرة من رئيس الجمعية أحداث لجنة طبية ضمن النادي عليش اللجنة طبية هذه اللجنة طبية لمتابعة كما كان يحسن سي ماهر صحة اللاعب لأن نجم نقوله رياضة معها توازي صحة اللاعب واليوم ماهر بحضور أولياء وبحضور اللاعبين هذوما يوم أمس انطلقت على مستوى الاعداد وعلى مستوى المتابعة الطبية يوم أمس واليوم عن طريق الرئيس الطب وهو سيد صحبي المطاوع اليوم كمت العملية دي كما كنت أحكي لمتابعة صحة اللاعبين الصغار تعرف بالنسبة للعب الصغير اللاعب التنس خاصة على مستوى الميوسكل على مستوى الإجهاد وتعرف اللاعب التنس يبضي في مجهود كبير بدني كبير فوق الميدان هذاك عليش يحب اليوم وحب اللادي يقوم بعملية متابعة صحية لللاعبين اليوم الحضور كان مكثف كان مكثف جدا سوى على مستوى اللجنة الطبية التي كانت موجودة اليوم الهيئة التسييرية وكذلك المدير الفني والإدارة الفنية كانت موجودة مثل هذه البياديرات مثل هذا العمل اللي يتقوم به جمعيات راهو يمشي خاصة في نجاح الانديك يشوف في البرفرمانات الملاعبية بتاعها نيفو يتلافوك على كل الماصب كامل واللعبين اللي عندك تلقاهم في المسابقات مش خلقا لقد الله كما اللعب التعام ناول رفيق اللي كان أوصيب والتقى اللعبي آخر ذلك عليش اليوم تمت عملية المتابعة الصحية بالنسبة نادي التنس بالقيروان ونحن نثمن مثل هذه البياديرات وكل النوادي التونسية من خاصة الألعاب الفردية مش معناك الكورة القدمة كورة اليد كورة تسل نعم لجنة طبية متابعة طبية حتى أي نرياضة الفردية نادي التنس كذلك العاب القوى وغيرما رياضة الفردية لابد أن تكون هناك متابعة طبية وهذا لابد أن يكون لجنة طبية صلب النادي وهذا يحسبوا لفاية الهيئة السرية التي تنس بالقيروان بإمير ذكر تكوين اللجنة الطبية يعني أكيد عنده اختصاصات معينة يعني شنو الاختصاصات خاصة تتلعب الصغيرات هذه في عدة مواضيع شفنا ليمت الفارتة أنه بوليميك كبير على تناول المنشطات للعب اللي تم يقافها يعني ربما حتى المحاضرات هذه الصغيرات بيش يأخذوا أكثر فكرة بيش على الأقل لها ريخر ما يفكروش في مثل هذه الحاجات هذه حسنا مش تستعمل الدواء معين الدواء إلا باستيشارة للطبيب كما شفنا بعض الأراء يقولك أنه اللعبة ذي نيروث المنشطات عندها عندها دوية تستعمل فيه لكن إلا باستيشارة للطبيب مش لنوع الكل متاع الأدوية لازم الواحد يستعمله صحيح الدواء متاع اللجنة الطبية هذية كما تفضلت وقلتو نزيد علي عنا حاجة أخرى كونه صحيح التنسي التنسبوغ اللي فيه برشة إفور فيزيك لكن الرياضة بصيفة عامة ومنهم التنس معناها فما علاقة الرياضة بالبراتيكان يعني اللي يمارس الرياضة هي علاقة كمبليكس شوية خاطر إذا كانت تمارس الرياضة نحن نقوم نحن بالريت مديري للهواية والترفيه عندها تأثير إيجابي الرياضة على الشخص ذلك لكن وقت اللي يتمارس الرياضة كما تفرض الأستاذ ثوى معناها وحكيه على التنس بطريقة بكادنس قوية نحكيه على صغيرات راوي ترينيو بمعدل معناها ساعة ونص ساعتين كل يوم بخلاف الماتشويت وبخلاف معناها الكمبيتشان بخلاف الاستاج اللي نعملوهم في العمر هذيه دونك ثم إرهاق كبير الرياضة كي تولي بالريتم هذيه ينجم يولي تأثيرها سلبي على شخص على جميع مستوي البدني والذهني وحتى سوى البلان معناها السوسيال متاع صغير وهذا هو الانترين متاع السويفي ميديكال يحاول معناها التأثير التببي كالتأثير الذي يصير مع البراتيك اكسسيف متاع الديسيبلين يكون مديري ويكون أمورتي ونستبقو نحنا الإصابات والالدقاء اللي يصيروا معا كونوا اللاعبين في المستوى ذا ديما إحنا كفنين حاولوا ديما اللاعب نطلبوه بشعة مجهود ونقولوا نحنا كما يتغذر حلوات الجوين مديراتي ونحن في الحلوات كلاعب تقوموا بشعة مديراتي نحن أثير بطريقة سلبية وذلك عليك كوتش أهمية الإعداد البدني وكذلك الصحي قبل انطلاق الموسم الرياضي النشاط ماذا بيك يبدأ عندك مجموعة من اللاعبين لابد أن يخضعوا إلى فحوصات طبية الفحوصات طبية هذه تخلي الإطار الفني يعمل على أريحيات مثلا تخلي مغير مع ماشي فحوصة طبية مرض له اللاعب هذاك ماذا بيك يكون عنده كشف من عند طبيب الفريق طبيب الفريق يقول له اللاعب هذاك راو مزال عنده إصابة في بقعة ذيك إصابة في بقعة ذيك لماذا نحن أكدوا على أهمية الفحوصات الطبية قبل النشاط وقبل انطلاق الموسم الرياضي هو يقصد حتى سي زوبير الملفات والتقارير اليومية خاصة ملفه الطبي المصحوب اللاعب شي سهل المأمورين للجنة الطبية بيشير خاطر هو نحن ساعات طولة ديما نحكي من طلاق فني نحن دور نيو ساعات في صغار في التنان نشوفه حاجة مثلا من عرش صغير يدغشش برشة نقول لنا نحن ساعدة ديما نحن دور نطلاق المتعلمات أو لا نطلاق المتعلمات نقول لكم نجم بالدور للإعجابة كما تفضل الأستاذ يعني سبب هذا الغداء لا تستطيع دور نطلاق المتعلمات ثم حاجة أخرى نقول لنا نحن في الميكانيزم المتعزغي تم مشكلة كالكبار اللي مخليته هو يعتم يعمل حاجة هذيك بالعكس هو البيلان والكشف الطبي يعاون برشة الفنيين وحتى الأولياء باش نأتروا صغيراتنا بالكدي ونعروا نشخصوا الحالة بتعليقة صحيحة باش نجمو نتعاملوا معها نحن نشاهده في التقرير اللي صورناه اليوم بالنسبة لليوم نشوفه ونسموه التقرير ونفرجه مع بعضنا مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين حياتها فام اليوم الصحي هذا المتجه للاعبين تنس في نادي تنس بالقايروين نشكر المسؤولين على نادي تنس والقايروين الدكتور محمد ليوين الهدف من اليوم الضبي نحاولو نشوفو نقيمو الحالة الصحية بتاع العبين بتاعنا كالك سوال لاجم تاح معنا الفئة العمورية لكل شو نشوفو شنية المشاكل الصحية متاحهم وشو نطرقو مع كما نقولو شو نشوفو شنية بشنوه نجمو نعاونو اللاعبين دوما خاصة اللي عندهم مشاكل صحية باش هوما ديجا معانتا يحاولوا اندابت اللي بروغرام متاحهم انفونكسون معانتا من الحالة الصحية بتاع اللاعبين الموجودين فكرنا قلنا كيفاش نعملو معنا فكرة زون بيلوت اللي هي مش موجودة في اغلبية النوادي التونسية انو نعنو ستاف ميديكال اللي خوالو باش يتبع جوارتها دوما باش يقيمو في بداية السنة باش يشوف ستو مختصين في الطب الفيزيائي مختصين في الأقدام مختصين في التغذية زادة هو الحقيقة احنا كل عمل بتاعنا هو على توسيع القاعدة متاع اللاعبين في ولاية القيروان صحيح هي بتتنسي باش لعبة شعبية لكن تطبح باش تكون لعبة شعبية قد من وصعوا في الاستقطاب متاع الوليدات قد ماكو خير قد ما نزيدو في الانفرسيكتورت او هو صحيح الملعب المركزي جديد هو ملعب واحد لكن في الجوانب متاعه ينجم يلعب جوز ولا ثلاثة ملعب لما يوازي جوز ولا ثلاثة ملعب اللي خوالو لنا باش نستقطبوا اكثر الاولاد والبنيات معنا باكثر الجوارات في القروان ونتمنى واللي يزيد الفكتيف متاع الجوارات والناس اللي تلعب التنس في تونس والقروان التكامل يتمثل فيه وكونوا الرياضة هي يجب تكون مبنية على الإنسان سليم يقولك العقل السليم في جسم السليم دوك بدون صحة بدنية ليس تاقة حتى نتائج رياضية المبادرة قام بها سيد ابو حمد لوان رئيس جمعية باش بعث بالنسبة للسناء بعث اللجنة ذي الطبية لمتابعة الرياضيين من نخبة والرياضيين بصفة عاملين في النادي تلس بقروان وهذه مبادرة جيدة جداً باعتبار اللي عم ناول خسرنا لعب عدا سنة كاملة هو أحسن لعب في النادي قد عام كامل بطال عام كامل المرتاح لأنه عند الضرب في يده ما قناش كون تلابيه وش كون يدويه دوك المبادرة جيدة إن شاء الله كما قوله سوي في انتاحها ونحن بنتكامل من بين الطب الرياضي ومن بين التربية الرياضية والتربية الرياضية وإن شاء الله المميل هذي نفسه ننوسته به في الرياضة النفسية الرياضة الصحية النفسية لللاعبين هذا كان التقرير اللي قاعدين كنت تشاهدوا فيه تسريحات صحبة التقرير تعقيب سيد زباير حبيت نشير فقط كوتش إذا ممكن يشاطرني الرأي إلى جانب أمور الصحية فهما أيضا إلاء الجوانب النفسية للرياضي علشان نقول في إطار هذا إطار الجوانب الصحية لأنه لابد أن يكون هناك موجود طبيب نفساني خاصة في الحالات اللي ربما الرياضي ما هوش في نهاره الرياضي عنده ربما بعض المشاكل العائلية وجود الطبيب في وسط الفريق أهم وهم جدا تعرف شاطرني رأي هذا بطبيعة أي أهم برشة كو سوى الطبيب معناه نقول نحنا اللي مختص في تشخيص معناه نقول نحنا البلان ميدكال متاع صغير كو سوى بالنسبة لل اللي نقول نحنا موش طبيب لكن نسمي لحنا الكوتشينج منتال أنكل كان اللي هو مختص في الكوتشينج منتال بشي عاون الزغار وي عاون حتى حتى الانترنور هوا ساعات المدرر بيدو لازمو سكون لهي بي نحنا مع الصغير برشة مرات مع مادرين نحن فضل مع المدربين نحن فضل مع الأولية وذيك هي الفرقة العصرية الفرقة اللي تدع عندها بخليفة ستاف تكنيك عنده ستاف ميديكال لأن هذا التمزج وهذه المراوحة بين الإطار الفني والإطار التبي من شأنه يعطي كما قلت ترفرموش يعطي حضور للعبين حضور ذهني وحضور بدني وفني صحيح هو معناها المواكبة التطور الرياضة ونحن نحكيه على تأثير التبي تأثير التبي معناها كنرجع والتاريخ في السبعينات ولا في الثمينات ولا حتى في التسعينات مزيل توا توا ولا فما لأن مقتضيات الرياضة أجبرت الناس كونوا معناها لزمهم بش يكونوا بفرما ما غير معناها من لاعبين أذوكم الكارير متاحها مسبورتيف نحن ما تنجحش مية في المية ولا ما يستخلهش مية في المية ودايور نحب نعرض شوي على كلام سي كامير نجار اللي حكيه على الولايد اللي عام كامل بريسك معناها عديها أبلان ما أولعب شوي فاخر العام رجعها سفا هذا من اللي نقول نحن التشخيص التشخيص متاع البلايشور ما كانش تشخيص صحيح خطر يمشي البرشة طوبة هذا يقول له حاجة هذا يقول له عمل هكة هذا يقول له جدا هكة هذا يقول له لي عندك كذلك يقول له عندك كذلك وينجمه نقول له نحن التشخيص متاع الصغير هذيك عليش معناها أنا نقول ديما التبيب صحيح هو في التب يعني يفهم خير من الناس الكل لكن لازم يكون مختص فكالرياض هذي خطر ينجي بيكون مثلا اللي بلايشور متاعه اللي دو في أنجز التكنيك غالط ولا في راكات مش قاعدة ما هيش أدابتية ولا دونك هي اللي قاعدة تعمله في المشاكل هذي الكل و و هذيك هو كما قال سي محمد الهدف متاع لجنة هذي التبية بلايش أهمية إحداث لجنة طبية الصنب الأندية أهم وهم جدا تشخيص مثل هذي العوار بيان شور سمحني سي عبد الله احنا ساعات فرسبور نقوله ساعات للطبيب يبدأ صغير ولا يبدأ صغير أزمتيك يقوله برا عمل تينيس برا عمل نتاسيان وهذو يعمل بالعكس دوي هو الرياضة بيدها دوي لكن احنا الرياضة هذيك يمشي لها صغير منحب ويش تفرجع بالمذرة على صحته للاختبارات التبية اللاعبية النخبة بنادي تنس بالقيروين أكيد باش نحكيه وبعدها قليل على التتويج تونس للناشئين والناشئات بالبطولة الافريقية تحت 12 عام وعودة لتحذيرات هونس جيبر وتعلق اللعبة التونسية هيبا هيني في البطولة الدولية اللاعبية العرب المقامة بالمغرب لكن قبل لهذا نمشيه الفاصل الغنائي ثم نرجعه نواصله في البلاتو